هذا وقد عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله اجتماعا ثنائيا مع فخمة رئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة تم خلاله السعراض العلاقات الثنائية الوثيقة إضافة إلى بحث مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ثم عقدت جلسة المباحثات الرسمية الموسعة بين الجانبين البحريني برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى والتركي برئاسة فخمة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بحضور الوفدين المرافقين وقد رحب فخمة الرئيس التركي بجلالة الملك المفدى وبالزيارة التي يقوم بها إلى تركيا وقال فخامته إن اتصال جلالة الملك المفدى بعد محاولة الانقلاب كان له أبلغ الأثر في نفوسنا جميعا وأنتم لكم مكان خاص في قلوبنا وقلب الشعب التركي ولكم جزيل الشكر باسمي وباسم الشعب التركي لجلالتكم وللشعب البحريني الشقيق ولن ننسى لكم هذا الموقف من الشعب والحكومة التركية وسوف تظل مواقف الدعم من قبلكم في ذاكرتنا دائما وقال فخمة الرئيس التركي أرجو أن تبلغ تحياتي لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء هذه الشخصية المعروفة بحنكتها السياسية في المنطقة وقال فخامته أود بهذه المناسبة أن أشيد بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وقد وجهت إلى زيادة التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والبحرين والاستفادة من الخبرات التركية في شتى المجالات الصحية ومجالات الطاقة والصناعات وتشجيع السياحة بين البلدين والاستفادة من الخبرة التركية في تنفيذ المشاريع الإسكانية السكن الاجتماعي ودعا فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في الربع الأخير من هذا العام في جمهورية تركيا من أجل بحث زيادة التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري الذي سيكون هو هدفنا القادم وقد وجه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدعوة إلى جلالة الملك المفدى لحضور مؤتمر الطاقة الذي سيعقد في جمهورية تركيا خلال أكتوبر القادم مشيدا فخامته بمواقف مملكة البحرين اتجاه المنظمات الإرهابية وقد ألقى جلالة الملك المفدى كلمة خلال الاجتماع أعرب فيها عن ترحيب مملكة البحرين باستتاب الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق بقيادة فخامة الرئيس التركي واستمرار الحكومة التركية لممارسة أعمالها متمنيا جلالته لتركيا وشعبها دوم التقدم والرخاء والازدهار كما أعرب جلالة الملك المفدى عن الشكر والتقدير للرئيس التركي على الدعوة الكريمة من فخامته لجلالته لزيارة جمهورية تركيا معربا جلالته عن تقديره لجمهورية تركيا قيادة وحكومة وشعبا لما حظي به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة واستقبال وكرم للضيافة وأضاف جلالته قائلا نود أن نؤكد على أهمية التواصل الأخوي بين بلدين الشقيقين فالجمهورية التركية لها مكانتها التاريخية الكبيرة ونموذج ناجح يجب أن يحتذا به في المنطقة وإن مملكة البحرين تؤكد أن تركيا هي أخ وشقيق وحليف نعتز به وأكد جلالة الملك المفدى بأن زيارته للجمهورية التركية الشقيقة ستفتح أفاقا جديدة من العمل المشترك وستشكل دفعة قوية للعلاقات العريقة التي تجمع البلدين منوها جلالته بما يجمع البلدين المسلمين من ثقافة متقاربة قوامها الدين الإسلامي الحنيف والتراث الثقافي والحضاري المشترك وأعرب جلالة الملك المفدى والرئيس التركي عن ارتياحهما لمسار العلاقات البحرينية التركية مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي وتبادل الزيارات والخبرات لما فيه خير البلدين والشعبين كما أشاد بما تحقق من تقدم ملحوظ ونجاح كبير على مستوى التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين حيث نوه جلالته والرئيس التركي بأهمية مواصلة هذا التعاون وتطويره خاصة في ظل ما تقدمه مملكة البحرين من مزايا للمستثمرين وما توفره من بيئة مناسبة لإقامة مختلف المشاريع وما تمتلكه تركيا من خبرات واسعة في مجال الصناعة والتجارة والاقتصاد مشيدا جلالته بالإنجازات الاقتصادية والتنموية البارزة التي حققتها تركيا بفضل قيادة الرئيس التركي والتي أهلتها لكي تتبوأ المكانة المتميزة في محيطها الإقليمي والعالمي كما عرب صاحب الجلالة حفظه الله عن تقديره لجهود الجالية التركية في مملكة البحرين وإسهاماتها المتواصلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة على كافة مستويات التطور والبناء والتقدم كما جرى خلال جلسة المباحثات بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حيال التطورات ومستجدات الأحداث السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها حيث أكد الجانبان أهمية التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يعزز من دور البلدين في خدمة القضايا والمصالح العربية والإسلامية كما أكد دعمهما لكل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه خير ورخاء دولها ومصلحة شعوبها وأشاد الملك المفدى في هذا الجانب بالدور المحوري الذي تلعبه جمهورية تركيا في دعم القضايا العربية والإسلامية ومساهماتها الإيجابية مع المجتمع الدولي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا السلام العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر